أكد رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني وجود مشكلات تواجه الفلاحين مشيرا إلى جدية الحكومة في معالجة هذه المعويقات التي تواجه العاملين في القطع الزراعي وضف السوداني أن الدولة لا تريد أن ترهن أمنها الغذائي للإستيراد أكيد أكو مشاكل تواجه الفلاحين والمزارعين نحن جادين في معالجتها كلها وأكثر الحلول إن شاء الله خليناها على السكة مثل ما يقول بارك الله عزيز مملكات الريب الرش خلينا لها تقصيصات مالية وراح نستمر بيها ونطيها بشكل مدعوم للفلاح نحن اليوم لله الحمد بركة الجهد الفلاحيين وأكيد التوفيق من الله سبحانه وتعالى عندنا خزين بالحنطة كذولة ما نهتم بأسعار القمح ارتفعت نزلت لا سامح الله صارت حرب هنا صارت عزمة حنطتنا بإنتاجنا بدينا من خلال الفلاحين ومزارعين فمؤمنين هذا المحصول الستراتيجي المهم للمواطنين من خلال الإنتاج العراقي اشتركوا في القناة